كيف نودع هذا العام الهجري ونستقبل كما قال الأخ محمد العام الجديد الهجري شيخ الكريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام يشك أن مرور الأيام والسنوات يجعل الإنسان يتوقف ويتأمل أن الأعمار تمر وأن رأس المالي الإنسان هو سنوات عمره فالإنسان يقف بالاقتعاز لا كما يفعل الغرب فإنهم حتى لا يتطعزوا بمسألة مرور السنوات فإنهم يهرجون في هذا اليوم احتفالات وصخب حتى لا يتذكرون أن سنة مرت من أعماره فعلينا أن نتطعز بمرور الأزمنة ومرور السنوات وأن نعلم أن ما مر من أعمارنا لن يعود إلينا مرة سنية وإنما نجده بين يدي الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نستغفر ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما بدر منه وسبق وهو الآن عند الله سبحانه وتعالى وأن نصحح المصار في القادم بإذن الله رب العالمين نعم جزاكم الله خيرا شيخ كريم